نظم القسم المهني في هيئة علماء المسلمين محاضرة بعنوان عمال العراق وأوضاعهم بعد الاحتلال نرحب بضيوفنا الكرام في هذه المحاضرة التي سنتناول الحديث فيها عن عمال العراق وأوضاعهم بعد الاحتلال وفي بداية محاضرته سلط الدكتور عمر النقيب نائب مسؤول القسم المهني الضوء على أن الإسلام حث على العمل بهدف حفظ كرامة الإنسان لإغنائه عن مذلة السؤال والتسول وتعويد الفرد على تحقيق ذاته وإثبات وجوده والعمل أيها الأخوة منزلة شريفة في الإسلام أي كان ذلك العمل بشرط أن يكون مباح الأصلي نافع غير ظار وقد ثبت في صحيح البخاري أنه قال صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم قالوا وأنت يا رسول الله قال وأنا كنت أرعاها على قراريطة لأهل مكة وتطرق النقيب في محاضرته إلى أوضاع العمال في العراق في ظل حكومات الاحتلال والتي تسببت بالكثير من المآسي والأزمات ولا تزال حقوق العامل مهددة في العراق في ظل الاحتلال المستمر عبر حكوماته المتعاقبة التي تسببت بالكثير من المآسي والأزمات العاصفة بالبلاد التي طالت جميع الفئات العاملة في المجتمع فقد تحدثت تقارير عديدة لمنظمات حقوقية دولية عن ارتفاع معدلات البطالة في العراق إلى 37% وشرحت المحاضرة أسباب تفاقم بطالة عمال العراق إذ أن التقارير الدولية والمحلية كشفت النقاب عن أن 80% من المصانع ما زال معطلا في ظل حالة من الفوضى العارمة وغياب القانون واستشراء ظاهرة الفساد المالي والإداري للحكومات المتعاقبة بعد احتلال العراق ترجمة نانسي قنقر